أعلن الاتحاد الدولي للاتصالات التابع للأمم المتحدة زيادة أعداد المتصلين بالإنترنت حول العالم بنحو 100 مليون شخص لترتفع نسبة المتصلين بالشبكة العنكبوتية إلى 67% وفي وقت بلغت فيه نسبة عدم المتصلين بالإنترنت نحو ثلث سكان العالم أرجع الاتحاد السبب في ذلك إلى الفقر ومحدودية الوصول إلى الكهرباء رغم التقدم التكنولوجية واعتماد الحياة اليومية للبشر حول العالم على خدمات الإنترنت والتي باتت لاغنى عنها لإنهاء الكثير من الأمور اليومية ما زال ثلث سكان العالم محرومين من الوصول إلى الشبكة العنكبوتية الاتحاد الدولي للاتصالات والتابع للأمم المتحدة أعلن زيادة أعداد المتصلين بالإنترنت حول العالم بنحو 100 مليون شخص بنسبة 67% من سكان العالم ليصبح 45 من 10 مليار شخص متصلون بالإنترنت حاليا ومع ذلك فما زال 2.6 مليار شخص آخرين محرومين من الإنترنت الاتحاد الدولي أرجع ذلك إلى الفقر والأمية ومحدودية الوصول إلى الكهرباء ما جعل الافتقار إلى المهارات الرقمية أحد أكبر التحديات التي تواجه السكان في البلدان الفقيرة إلى جانب ضعف البنية التحتية للاتصالات في بعض البلدان النامية تقارير دولية أشارت إلى اعتماد مستخدم الإنترنت على أجهزة الكمبيوتر المكتبية التي تمثل حصة مهمة من نشاط الإنترنت العالمي رغم استخدامهم للأجهزة المحمولة للاتصال بالإنترنت وتصفح الشبكة العنكبوتية الاتحاد الدولي للاتصالات أكد أن الاتجاهات الحالي ليست قوية بما يكفي لضمان تحقيق هدف الاتصال العالمي الشامل والهادف بحلول عام 2030 ترجمة نانسي قنقر